وأيضاً قبل الدخول في موضوع هذه المحاضرة فإن ملقي هذه المحاضرة يعلن قصوره ولا سيما في موضوع كبير كهذا يعد أكبر الموضوعات وأجلها على الإطلاق ولكن ارتأيت مع قصور كبير وعجز بين أعلمه من نفسي أن أتحدث في هذا الموضوع مع كبره وعظمه رجاءً بالله سبحانه وتعالى وحده وأملاً به جل شأنه أن يجعل مجلسنا هذا بمنه وكرمه مجلساً من مجالس الرضوان أيها الأخوة الكرام أعتدر إليكم كثيراً على أولاً الحديث ففي هذا المجلس منهم خير مني ومنهم أولى بالحديث في هذا الموضوع من المشايخ النبلة والأساتذة الفضلة فأرجو العذر من الجميع على تحدثي بذلك بين يديكم مع قصوري كما أسلفت وقلة بضاعتي وقلة فهمي أسأل الله عز وجل أن يعفو عني بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وأن يغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن وما أسرفت وأن يغفر لنا أجمعين وأن يبلغنا جميعاً رضاه وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً ترجمة نانسي قنقر